مساء الخير ناجي لفليتي شنق حالو طلبت بنته ألف ليرة لحتى تشتري من دكانت الضيعة شنق حالو خلص سكرت الدني بوجه وبطل قادر ياخد نفس خلص فقع قلبه 200 ألف ليرة كانوا كلفة موته قبله جورج زريق كمان حرق حالو طلبته المدرسة بالقسط ولا حالو راح وقف قدام مدرسة بنته كب بنزين على جسمه وخلص على حياته خلص بطل قادر ياخد نفس خلص الدنيا سودت فقع قلبه وقصت مدرسة بنته كان كلفة موته اللي حارق لقلبي أنه طنيناته ماته بحق ترويئة زعين مش حق ربع جاكات بيلبسها مش حق كيلو شوكولاة يلي بيهديه مش ربع الربع من حق الساعة يلي بيفشخ فيها إذا بدي بلش عد ما بخلص الليلة ألف ليرة ألف ليرة ما قدر ناجي يعطي بنته وما في زعين ما جوز ابنه بعشرات مليين الدولارات الثورة يا ناس مش بس على الفساد بمؤسسات الدولة الثورة على الطبقية الثورة على المشيخ والبكويت الثورة على يلي سرق تعب جورج وناجي وتعب وتعبك الثورة على يلي عم يتنعم ببيوت أكبر من مسيحات الوطن وإنتوا وولادكن عم بتناموا جو عانين عم بتناموا القانين هيدأزة عم بتناموا طالع الليلة مخنوق بس بدي حارب لآخر نفس الليلة ما نمت متل متل كتار من الناس عيوني ما كانوا يغمضوا مش عارفين حتى نحس مش عارفين شو بنا وشعرها صغيرة بتفصلنا اليوم عن قرار واحد غلط بترجيكن وقعد تكونوا جورج وقعد تكونوا ناجي وقعد تستسلموا قوموا قوموا اللي عم نعملوا ما بيكفي قوموا ولعوا الدنيا قوموا علقوا المشانق بالصحات قوموا من بيوتكن قوموا من قدام التليفزيونات قوموا لنحاكم قوموا لنحاسبهم قوموا ما بقى تنترو حدا بس قوعت يت مولاتكن وتحرقوا قلوب أهلكن قوعت عملوا اللي عملوا جورج قوعت فكروا بي اللي فكر فيه ناجي اللي شنق ناجي واللي حرق جورج مش الدين اللي قتلون انه انتني ناتون بطلوا قادرين يشوفوا بكرة أحلى ثورة اللي الى ستة واربعين يوم بالشارع ما قدرت تعطي ناجي الأمل فشل كل رئيس فشل كل نيب وكل وزير وكل زعيم هو اللي قتل جورج الليلي انا طالع على الهوى حرد بدي حرد لأنه مش هيك منخلص من العذاب مش بالانتحار ولا بالاستسلام حاسس حالي مخنوق ومش قادر احكي الليلي بس ما عنا حل إلا أنه نقاوم سوى لآخر نفس مبارح ودعت أصحابي وأصدقائي بالإزاعة سكرنا الهوى وقلبي محروق عليهم وعلى عيالهم هاي دي الليلي اللي عم بطلع فيك الليلي التنين عم تاخد مني ومن فريق العمل جهد متواصل الـ 24 على 24 بلا نوم كل الجمعة لحتى نتابع قضايا الناس بهيدا البلد ببلد بطل فيه مين يتوكل عن حدا عم نشتغل في ناس مننا جعانين عيالهم جعانة وبيوتهم فاضية حتى ما معهم يشتروا دواء أو حليب لأولادهم ما معهم حق تشريجي التليفون ولا حق ساون بيشتح حتى يكلوا كل النهار هني وبعدهم عم بيحاربوا كرمال حقوقنا كلنا سوا اللي صاير عليكم صاير علينا ما تنغشوا بالمظاهر هون في نص معاش وهون ما في معاشات بالمرة وهون وغير هون في ناس كتير راحت على بيوتها وقعدت بلا شغل بأكتر وقت نحن بحاجة فيه للعشر تلاف ليرة بس أنا الليلة مثرضة لعيدة ممنوع نستسلي سمحولي كافة وسمعوني بدي أحكي بعد ما بدي أحكي عن قضايا ما بدي أركض ورا موضيع ما بقى بدي حلل وإحكي بالإصلاح ولا بالسياسة ولا بالتغيير مين ما كنت تكون مع الثورة ولا ضد الثورة مع الزعمة ولا ضد الزعمة بدك تنزل على الشارع ولا مش ناوي تنزل استفل إذا شوفت الناس عم تقتل حالة قدامك ما راح تغير لك رأيك بقرطة مجرمين بعدك عم تدافع عنهم استفل إذا مش قادر تشوف حقيقة يلي وصلونا نحن وياك لهون مش قادر تشوف الوضع متل ما هو استفل بس لكل واحد الليلة عم يسمعني وحاسس بيلي عم حسه الحالة صعبة الحالة كتير صعبة وراح تصعب بعد أكتر بكتير والمطلوب نحارب لآخر نفس نحارب لآخر نفس مش بالشارع بس ببيوتنا بضيعنا مع أهلنا مع أصحابنا وبشغلنا طولوا بالكم على بعضكم يلي بدوا أجار من الناس يطول بالوا عليهم يلي بدوا يحصل ديونات الدكان والصيدلية من الناس يطول بالوا عليهم قد ما كنا مخنوقين الرغيف بدنا نقسموا مع جيراننا إذا ما معكن كلوا من نفس الطنجرة من كم يوم في ولد بمدرسة سألتوا المعالمين ليش ما معك ساندويش قلن بارح كان دوري اليوم دور خي طولوا بالكم على الناس إذا أنت وجارك شغلكم ببيروت نزلوا بنفس السيارة مع بعض سألوا الناس شو بها سألوا الناس شو بدا سحبوا الديحة وخدوا الكابريتة من إيديهم قبل ما يعملوا متل جورج شيلوا الحبال من إيديهم قبل ما يعملوا متل معامل ناجي إذا ما حكينا مع بعض وإذا ما وقفنا حط بعض ما رح نضاين اللي عملوه أميات الخندق الغميق وبرج الغزال والشياح وعين الرماني وكل منطقة نزلت فيها أم على الشارع هيدا لازم يترجم كل يوم وكل دقيقة وكل لحظة ما قلنا إلا بعض يا جماعة وإلا ما رح نعرف ليلنا من النهار المرحلية اللي جاي مطولة المرحلية اللي جاي خطرة كتير ما بقى تنترو حكومة ما نحنا الشعب ونحنا البلد ونحنا الحكومة وسوى رح نقاتل لآخر نفس النفس اللي ما قدر يخده ناجي لفليتة النفس اللي ما قدر يخده جورج زراء كرميل ناجي كرميل جورج وغيرهم بدنا نقاتل لآخر نفس